من أربيل أيضا ينضم إلينا عبر الأقمار الصناعية سيف الشمري منسق الشؤون الإغاثية والإنسانية بالمشروع العربي مساء الخير أهلا بك معنا سيد سيف إذن نتحدث عن آلاف من الفرين ونتحدث عن مخيمات مؤقتة هل ممكن بداية أن نقف على التفاصيل إن كان من حيث الأعداد أو من حيث ظروف المخيمات مساء الخير على حضرتك ولمشاهدي قناة الآن الكرام مع بذل العمليات العسكرية في مدينة تلعفر تم وضع خطة استجابة إنسانية تقودها الحكومة العراقية بالشراكة مع منظمات الأمم المتحدة الدولية والشركاء المحليين والدوليين المتواجدين في الميدان تم تهيئة مراكز استقبال للعوائل النازحة مراكز مؤقتة هي خلف الخطوط القتالية في تخوم مدينة تلعفر تمهيدا لنقلهم إلى المخيمات الدائمية الموجودة في مدينة الموصل سواء جنوب الموصل في منطقة القيارة أو بعض العوائل وصلت إلى مخيمات الخازر وحسن شام نعم طيب لماذا لا نتحدث عن اليوم استفادة مما حدث في الموصل طبعا متوقع هذه المأساة هل نتحدث عن ظروف أصعب ممكن أن نصل إليها كالتحضيرات إنسانية نتحدث طبعا تحدث يعني من المحتمل أن لا نصل نعم من الممكن أن لا تحصل ما حصل في مدينة الموصل لأن الأعداد كانت جدا كبيرة أعدد النازحين مع بدء عمليات لحين انتهاء المعارك في مدينة الموصل تجاوز التسعمائة ألف نازح نحن اليوم نتحدث عن عدد بالحد الأقصى لا يتجاوز الأربعين ألف نازح لذلك لا يمكن وصول ما وصلت إليه حال النازحين في معارك الموصل إلا أنه هناك معانات هناك درجات حرارة مرتفعة يعاني منها النازحين المخيمات لا زالت تتواجد بها عوائل من الجانب الغربي من مدينة الموصل الجانب الأيمن كون هذه المناطق في الجانب الأيمن لا زالت مدمرة وتعاني من عدم عودة أهلها إليها لذلك المخيمات هي أصلا تتواجد بها أهالي مدينة الموصل لهم لا يذهبون إلى مخيمات فارغة وجاهزة لاستقبالهم مجرد بعض العوائل عادت إلى مدينة الموصل دخل بدلا عنهم نازحين من مدينة تلافر وهذه نقطة سربية بطبيعة الحال صحيح؟ بالتأكيد طبعا هناك جهود وزارة الهجرة والوزارات الذات الصلة وكذلك الحكومة العراقية والمنظمات الدولية هي جهود مستمرة انقسمت بين خدمة النازحين المتواجدين أصلا من مدينة الموصل وضافت إليها مهام استقبال النازحين الجدد من منطقة تلافر لذلك تضاعفت عليهم الجهود والعمل إضافة إلى أن المنظمة الدولية هي أصلا تعاني من نقص في التمويل هناك نداءات أطلقتها المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في العراق لزيادة دعمها وتمويلها من أجل تقديم أفضل ما يمكن من خدمات في ظل ارتفاع درجات الحرارة في ظل خروج هذه العوائل من ظروف حرب من احتلال كونهم قبع وتحت سلطة الإرهاب مدة زادت عن سنتين أو ثلاث سنوات القوات العراقية وعدت بفتح ممرات آمنة للمدنيين للخروج أنتم أيضا إلى أي درجة تنسقون بهذا الإطار وماذا يمكن أن نعرف بالطبع نحن متواجدون في الميدان رغم القيود والظروف التي وضعتها بعض السلطات المحلية في محافظة الموصل على المنظمات المحلية الموجودة هناك إلا أن عملنا مستمرين في مراقبة الممرات الآمنة واستقبال النازحين وكذلك الاستفسار منهم عن عدد العوائل الحقيقي الموجودة هناك بغض النظر عن الأعداد التخمينية التي تحدثت عنها تقارير الأمم المتحدة إضافة إلى معرفة ظروفهم وما يتوفر من مستلزمات المعيشة داخل مدينة تلعفر في ظل المعركة الجارية حاليا من مواد غذائية من ماء صالح للشرب من مساعدات طبية وإنسانية لذلك وجدنا العديد من العوائل بحاجة إلى مساعدات طبية عاجلة تم توفيرها من قبل وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية التي كانت باستقبالهم لدى النقاط الأمنية الموجودة في استقبال النازحين إلى درجة مهم موضوع إخراج المدنيين اليوم كي لا نتحدث عن معضلة استخدام داعش للمدنيين كدروع بشرية التي لطالما كنا نتحدث عنها طيلة وقت معركة الموصل طبعا حياة الإنسان هي مهمة بالدرجة الأولى لدى كل الأديان ولدى كل الجهات ولدى كل المنظمات ولدى أبسط لذلك يجب على الجميع أن يحافظ على الإنسان وأن لا يستغل حاجته للأمن والغذاء مقابل مكاسب سواء عسكرية أو أمنية أو سياسية بغض النظر عن هذه الظروف لذلك حياة الإنسان هي مهمة جدا سواء النساء أو الأطفال وكذلك الرجال حفظت القوات العراقية منذ معارك الموصل على توفير الممرات الآمنة وتوفير كل مستلزمات حمايتهم لحين انتقالهم إلى المخيمات الدائمية التي هي عادة أن تكون في مناطق آمنة بعيدة عن مناطق القتال بالنسبة لموضوع استخدامهم كدروع بشرية الجميع يعلم أن تنظيم داعش وتنظيم إرهابي لا يستطيع أحد أن يخاطبه بأي لغة ليمنع هذا الشرط أن لا يستخدم الناس كدروع بشرية أمام المعارك التي تلحدث هناك طيب إلى أي درجة أنتم اليوم من المفترض أن تكونوا مجهزين وقادرين على التعامل إنسانيا أكثر مع معركة اللعفر سيد سيف خاصة بأنها مختلفة وأقل وطأ كما قلت حضرتك بالبداية عن معركة الموصل يعني بمعركة الموصل المأساة فاقت التوقعات ولم تكن بطبيعة الحال على قدر المساعدات صحيح أحنا اليوم في العراق صارت عندنا تجارب عديدة في موضوع النازحين وتحرير المدن بدناها من الأنبار ثم إلى الفلوجة إلى صلاح الدين ومرورا بالموصل لحين الآن معركة تلعفر وبانتظار قادم الأيام الانتقال إلى مناطق الحويجة وغرب الأنبار بالنسبة لمعركة تلعفر هي تعتبر رغم عدد العوائل اللي يتجاوز الثلاثين أو الخمسة وثلاثين ألف عائلة اللي الآن محاصرين وفي طور استقبالهم الآن إلا أنها تعتبر شيء بسيط أمام ما شاهدناه من مدينة الموصل في جانبيها الغربي والشرقي الذين عانوا ما عانوه من صعوبات معبرهم من الممرات الآمنة لحين وصولهم إلى نقاط الاستقبال المؤقتة ثم بعد ذلك إلى مخيمات الدائمية التي أوتهم ووفرت لهم مستلزمات الحياة من صحة وغذاء وماء صالح للشرب اليوم استعداداتنا كاملة قوافلنا موجودة إلا أنهم مثل ما ذكرت هناك بعض القيود البسيطة التي وضعتها الحكومة التنينة والمحلية تجاه أمام المنظمات المحلية التي موجودة في الموصل بصراحة لا نعلم ما سببها إلا أنهم مجرد تفسيرات حسينة أن هناك ممكن على آخر تطورات ما يحدث معركة الأعفر ودائما طبعا مع حضرتك فيما تعلق بالوضع الإنساني أنا أشكرك جزيلا على هذه المشاركة معنا من أربيل سيف شمري منصق شؤون الإغاثية والإنسانية بالمشروع العربي شكرا لك سيد سيف